لكن بدأت الحلقة بالتبركات والتهاني لفريق النادي الاهلي للبنات لكرة السلة دكتور مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد المصري لكرة السلة وبجواره السيد عمر مصلحي نائب رئيس اتحاد المصري لكرة السلة والدكتور محمد شوقي ثم نجمات النادي الاهلي تباعا وهم بيتسلمنا كأس السوبر أو البطولة هذا الموسم في كرة السلة ألف مليون مبروك على البطلات والنجمات ولمجلس إدارة النادي الاهلي والإدارة النشاط الرياضي للجهاز الفني بقاطة كابتن طارق خيري نجاحات متكررة الحقيقة وهو كابترق هو مراهن أو عايز أو بيحلم أنه يتوج بالبطولات كلها السنة دي دون هزيمة بيأمل في ده وإن شاء الله حيحصل بإذن الله بالروح الجميلة اللي موجودة في فريق النادي الاهلي أو في فرق النادي الاهلي كلها يعني ألف مبروك للنادي الاهلي ألف مبروك للبطلات الحقيقة وعدوا وصدقوا في وعده